كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن وجود مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات قصر العين وجامعة عين شمس وخلال اجتماعه لاستعراض مخطط تطوير المستشفيات استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور حول مخطط التطوير مشيرا إلى أن الوضع الراهن لمباني المستشفيات يشهد تدهورا ملحوظا بسبب تقادمها هذا وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة يشمل زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ويتضمن تطويرا كاملا للمباني والأقسام في كل مرحلة